إذن علاقتي مع نحناح أنه كان بغي هذا الطرح هذا ونحناح كان وطني وكان يحب الجزائر كان يبكي صدقني كلما نقعده كان يجي عندي للبيت وكنت نغسله الكسوان تاعه صدقني والتاريخ يعني هو رافي دار الحق والإخوان كان يقيم عندك في البيت كان يجي عندي البيت يأكل عندي ويعني بعض الأحيان وكنت الكسوان تأسمح لي كان إنسان هذا التاريخ كان إنسان وطني كان يقول لي صح اللباس اللي تشوف فيه الباقا كما كان يقوله ولكن بعض الأحيان تقاشر نتاعه بالمشي بعض الأحيان وبالكذا كانوا ندفوها من قبطعين كان ما يحبش كان يديرها بالنسبة للآخرين ربي يرحمه باش يوريب للإسلام الإسلام أنت على النظافة الإسلام أنت على الجمال الإسلام واش هذه الصورة اللي كانوا يديرينها في بل اللي كانوا يديرين باللي الإسلام وعليش خرج من حركة مجتمع السن أنا في الحقيقة عمري ولدخلت حركة مجتمع السن من مكانش عندي كارت أنا ترشحت معهم لظروفين ما وعليش تجبت تروحك يعني مدام ما ركش يعني عضوية المشمع كلمات الشيخ محفوظ انتهت علاقتي لأنه ما نقولش باللي الحركة مشات لأمر أخر ولكن الأفكار اللي كان حاملها الشيخ ما بقيتش نشوفها يعني في المجتمع يعني هؤلاء اللي راهم يحكموا الآن في حركة المجتمع السن راهم في القيادة ما يعمروا لك شعين شوف أنا واش نقول واش اللوم على إخواني ولكن كان بقى الشيخ محفوظ نحنح كان يكونه المساند الأول هو كان مساند لبوتفريقة وكان يكون هو المساند الأول لهذه الدولة وليهذه النظام وليهذا Bوتفريقة على بلك في التسعة و التسعين م Hubbela Jukh MuraH Fernando Vora الله يرحمه على كلين كان حاضر في باريس قالنا نحن لا نترشح أنا إنسان رئيس الجمهورية وأنا كلفت بإقناع الإطارات من الحركة يتفرجوا هذه الحصة ويقولوا لي على إقناعهم أن الحركة لا يجب أن تقدم مترشح ويجب أن نسانده عبد العازي بوتفريقة يعني أنت اليوم تقول بلي لو كان شيخ محفوظ نحن ربي يرحمه حين حتى اليوم هو يكون من المؤيدين لرئيس الجمهورية ويكون من المؤيدين وتندل الحكومة كان يكون كم من داري في المغرب كان يكون هو رئيس الحكومة لأنه لماذا الشيخ محفوظ كأنه هو وزير الأول كان يكون هو وزير الأول والله إحد من الحركة ل uniforms الشيخ محفوظ كان داهية كان عنده بعض نظر يقول لك الوقت بينتنا واش قال لي واحد مرة قال لي أنهم لم يحضروني لالكرسي سمع المنطقة قال لي أنهم يعطوني لكرسي دروك نروح للمراجعة وجعلها لك spice إطارات مكونين. لم يكن لديه تجربة. ليس هو كشخص. يعني الحاشية. جماعة اللي معه. لم يكن لديه تجربة في السلطة. يقول لي باش نحكم. ما هو يعطوني. الوزر والرهم. ألبك هو كان بغي يدير تجربة مع اللي قبله. ومن بعد يقول لي قال لي أنا يعطيوني البنك برك. يعني كرسي صغير. يعطيوني كرسي. يعطيوني البنك. والزمن بناتنا. وكان يوصل. أنا الفكرة اللي حاملها أنا. علشان يقول لك مقلقين. لأنه الإنسان إذاً نحن لا نريد أن يوصل. كشخص. نريد الفكرة اللي يوصل. وليهذا بنحمه في حزب الكرامة. أنا لا نريد أن نوصل كبن حم. كوزير أو شيء. أنا أريد الفكرة اللي يوصل. كيف نعيش كجزائريين. باختلاف أراء. نعم. واختلاف تصوراتنا. نعيش في هذه الجزائر.